في الأغوار الشمالية أصيب عدد من الفلسطينيين واحتجز آخر خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة ضد سيطرة المستوطنين على نبع عين الحلوة في محافظة طوباس قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والمسيلة للدموع صوب المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم من بينهم صحفيون كما منعوا التواقم الصحفية من أداء واجبها بتغطية الفعالية اشتركوا في القناة